السلام عليكم لمنشاء الله في هذا الفيديو نشوفوا قياس السعار الليتر ديسي ليتر والسانتي ليتر مزير ديسي ليتر وسانتي ليتر من صفحة ستة وتسعون وسبعة وتسعون من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة التانية ابتدائي تمر رقم واحد أفرغت زينب وموسى وفاطمة كل عصير البرتقال في كؤوس تسع لنفس الكمية ألف ملأ موسى كم كأس من أداد حسبوه كؤوس هذا هو موسى وهذه القنينة العصير أفرغة أو ملأ موسى واحد اتنان ثلاثة أربعة أربعة كؤوس ونكتب أربعة ثم قنينة موسى تسع كم لتر نرجع للصورة هذه قنينة لعند موسى وتسع إلى تسع واحد لتر نكتب على القنينة واحد لتر ديسي نكتب واحد ملأت زينبه هذه زينب عند وعاء بعصير عندنا كنشوفو أن زينب ملأت واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية كؤوس ونكتب هنا تمانية كؤوس وعاء زينب يسع لتر نرجع لعند زينب كتب ما قلنا أنها ملأت تمان كؤوس إذن تمانية كؤوس هي أربعة زائد أربعة ونرجع لعند موسى ملأ أربعة كؤوس اللي لاحظنا أنه أربعة كؤوس لملأت لنا آآ ملأت بقنينة لسعة ديالها يا واحد لتر إذن فوعاء زينب ملأ أربعة كؤوس مرتين أي لتر مرتين هذا لتر ذلك هذا واحد لتر إذن فوعاء الزينب يسع اتنان لتر إذن واحد زائد واحد بق ملأت فاطمة كؤوس هدية فاطمة ملأت كيف ما كنشوفو كأسين لنكتب اتنان كأسين قنينة فاطمة التسع سنتي لتران وعمزو سال نرجع لعند فاطمة وهذه القنينة سعتها خمسونة سنتي لتر ونكتب خمسونة سنتي لتر اكمل لنا واحد لتر يساوي كم من سنتي لتر نرجع عند فاطمة كيف ما لاحظنا انها عندها كأسين ملأت كأسين بخمسونة سنتي لتر ونرجع لعند موسى اللي عند القنينة دياله عندها واحد لتر احنا بنعرف واحد لتر كم يساوي من سنتي لتر. آآ موسى عنده كأسين نحضو كأسين وهما نفس سعة كأسين لعند فاطمة. آآ فاطمة ملأت كأسين بخمسونة سنتي لتر هذي خمسونة سنتي لتر كذلك هنا خمسونة سنتي لتر. زائد خمسونة سنتي لتر. ندن واحد لتر اللي هي اربعة كؤوس. تساوي خمسونة سنتي لتر زائد خمسونة سنتي لتر هي مئة سنتي لتر. ادا فواحد لتر يساوي مئات سنتي لتر. ادا اللي تعرفنا عليه في التمرين وانه واحد لتر ساوي مئات سنتي لتر. ثم نمره التمرين اتنان اتمرن. تمرين اتنان ولاحظ واكمل. كمية الماء بالقنينة ملأت عشرة كؤوس لها نفس السيعة دهن واحد لتر من الماء وهي كمية بالقنينة ملأت عشرة كؤوس لها نفس السيعة ندنا واحد لتر واللي شفنا في التمرين السابق هو ساوي مئات سنتي لتر هذا ما استنتجناه من التمرين الاول دهن نكمل عندنا واحد لتر يساوي عشرة سنتي لتر اي انها ساعة الكأس الواحد هي عشرة سنتي لتر زائد عشرة سنتي لتر زائد عشرة سنتي لتر زائد عشرة سنتي لتر زائد عشرة سنتي لتر عشرة سنتي لتر زائد عشرة سنتي لتر زائد عشرة سنتيليتر زائد عشرة سنتيليتر زائد عشرة سنتيليتر ساعة الكأس الواحد هي ما لاحظنا هي عشرة سنتيليتر ساعة الكأس الواحد هي ساعة الكأس الواحد هي واحد ديسيليتر نستنتيج انه واحد لتر يساوي ما قلنا اننا سعة الكأس الواحد هي واحد ديسليتر فان واحد يساوي عشرة ديسليتر. اي ان بمعنادنا عشرة كؤوس وكل كأس سعته هي واحد ديسليتر. اذا واحد يساوي عشرة ديسليتر. وعشرة ديسليتر يساوي مئة سنتيليتر. لدينا استنتجنا من تمر الأول واحد لتر يساوي مئة سنتيليتر. المرول اتذكر. الليتر هو واحدة اساسية لقياس السعة. هذا هو جدول. لدينا واحد لتر يساوي عشرة ديسي لتر. واحد لتر يساوي مئة سنتيليتر. دان فواحد لتر هو مئة سنتيليتر. ان لتر اقال سان سنتيليتر. ثم واحد لتر هو عشرة ديسي لترات. ان لتر اقال ديس ديسي لتر. ثم انمروا اقوموا وادعموا تعلماتي. التمارين لقم ثلاثة ولاحظ واكمل. قنينة مكتوب عليها واحد لتر. اذا فواحد لتر. نساوي عشرة ديسي لتر كيف ماشي في التمارين السابق. ثم لدينا قنينتين. ساعة كل واحدة منها هي خمسونة سنتيليتر. مكتوب على القنينتين خمسونة سنتيليتر. دان فمجموعهما هو واحد لتر. دان واحد لتر يساوي خمسونة سنتيليتر زائد خمسونة سنتيليتر. ثم نمرو التمارين رقم اربعة. اكملو. تلاتة لتر كم تساوي من سنتيليتر. اللي شفناه في التمارين السابق هو ان واحد لتر يساوي مئة سنتيليتر. دان فتلات لترات تساوي تلاتة مئة سنتيليتر. نستعنو بالجدول موجود بالصفحة ستة وتسعون. قلنا تلاتة الليتر. كم تساوي سنتيليتر? دان تساوي تلاتة مئة سنتيليتر. ثم مئة سنتيليتر. كم تساوي من لتر؟ نكتب مئة سنتيليتر. هادي خانات سنتيليتر. دان نكتب مئة مئة سنتيليتر. كم تساوي من لتر؟ تساوي واحد لتر. ونكتب واحد. ثم دان اتنان دسيليتر. او مئة نبدأ بمئة سنتيليتر. كم تساوي من لتر؟ سنتيليتر. دان نكتب مئة سنتيليتر. نحاولو لتر. دان دخانات اللتر. ومئة سنتيليتر تساوي اتنان لتر. ونكتب اتنان. ثم اتنان دسيليتر. كم تساوي من سنتيليتر؟ هادي اخانات الديسيليتر. نكتب اتنان. كم تساوي من سنتيليتر؟ نضيف الصفر. ادن تساوي عشرون سنتيليتر. ونكتب عشرون سنتيليتر. ثم مئة سنتيليتر كم تساوي من ديسيليتر؟ كتبوا بالجدول مئة سنتيليتر. مئة سنتيليتر هي هادي. كم تساوي من ديسيليتر؟ هادي اخانة ديسيليتر. اذا تساوي عشرة ديسيليتر ونكتب عشرة ديسيليتر. مئة سنتيليتر تساوي عشرة ديسيليتر. ثم عشرة ديسيليتر كم تساوي من اللتر؟ عشرة ديسيليتر. نحاولوها اللتر. هادي خانة الليتر. دان ساوي واحد الليتر. نكتب واحد الليتر. هذا الجدول للليتر واجزائه. استعنا به للتحويل من سعة الى اخرى. ثم نمر التمرين لغب خمسة. ولاحظ واشطب الجواب الخطأ. لاحظوا سوى لدينا قنينة مشروب غازي. لدينا السطل. لدينا قنينة ماء او قنينة زيت او عصير. ثم لدينا تنجرة الطبخ. ثم لدينا قنينة ماء. المطلوب هو تعرف على سعة كل من هاد الاواني. والسعة الخطأ نشطبو عليها. بالنسبة قنينة المشروب الغازي. هل خمسة وعشرون سنتي لترا ام خمسة وعشرون ديسي لتر. اللي معروف هو انها سعتها بالسنتي لتر. اذا نشطب على الديسي لتر. سعة السطل هل هي عشر ديسي لترات ام عشر لترات اللي معروف ولمعتادين عليه في حياتنا اليومية هو ان السطل آآ سعته بالليتر اذا فهو سعته بالعشر لترات وليست عشر ديسي لترات نشطب على عشر ديسي لتر. ثم قنينة عصير. هل هي سعة عشرون سنتي لتر ام عشرون ديسي لتر. المعروف كذلك انها بالسنتي لتر وليس بالديسي لتر. نشطب على عشرون ديسي لتر. ثم بالنسبة لطنجرة الطبخ. هل سعتها اتنى عشر ديسي لترا ام اتنى عشر ديسي لترا عفوا. من المعروف انها بالليتر سعة تنجرة بالليتر. حتى عند شراء تنجرة. آآ كنسألو عن البائع كم لتر تسع هذه التنجرة. اذا بالليترات. نشطب على الديسي لتر. ثم بالنسبة للقنينة. قنينة ماء. هل سعتها واحد لتر ام مئة ديسي لتر? المعروف هو ان اذا اخذينا قنينة اكيد مكتوب عليها واحد لتر وليس مئة ديسي لتر. اذا تطبو على مئة ديسي لتر. ثم ممر للدرس او دعم الدرس. تمرين لقم ستة. ولاحظوا واكتبوا كمية الماء. لدينا اناء مدرجين. بالاناء الاول. كمية الماء. شاهدوا التدريجة لنا خمسونة سنتي لتر. اذا نكتب خمسونة سنتي لتر. كم تساوي بالديسي لتر? نستعنوا بالجدول الجزئي للليتر. او لسيعة. لدينا خمسونة سنتي لتر. هذه هي خمسونة سنتي لتر. كم تساوي من ديسي لتر? تساوي خمسة ونكتب خمسة ديسي لتر. ثم كمية الماء بالاناء الثاني. دائما تدريجاته بالسنتي لتر. نلاحظوا ان كمية الماء توافق اربعون سنتي لتر. ونكتب اربعون سنتي لتر. كم تساوي بالديسي لتر? قموا بتحويل بمساعدة الجدول. اربعون سنتي لتر. كم تساوي من ديسي لتر? تساوي اربعة ديسي لترات. ونكتب اربعة. ثم التمرين الاخير وهو التمرين رقم سبعة. عدت عائشته خليطا لثلاث انواع من عصير الفواكهي حسب ما يلي. ولاحظ واكمل. عصير البرتقال تمانون سنتي لتر. عصير التفاح اربعون سنتي لتر. عصير الموز خمسون سنتي لتر. المجموع هو تمانون زائد اربعون زائد خمسون وساوي مئة وسبعون سنتي لتر. ونكتب هنا مئة وسبعون سنتي لتر. ثم تمانون سنتي لتر كم تساوي بالديسي لتر? نحول من السنتي لتر الى الديسي لتر. هنا تمانون سنتي لتر كم تساوي ديسي لتر? تساوي تمانية. واربعون سنتي لتر تساوي اربعة ديسي لتر. وخمسون سنتي لتر تساوي خمسة ديسي لتر. لان نكتب. تمانون سنتي لتر تساوي تمانية ديسي لتر. اربعون سنتي لتر تساوي اربع ديسي لتر. وخمسون سنتي لتر تساوي خمسة ديسي لتر. لان المجموع هو. تمانية زائد اربعة زائد خمسة وتساوي سبعة عشر دي سي ليتر. اذا فهد سبعة عشرة دي سي ليتر كم تساوي من من ليتر ومن دي سي ليتر. دان فسبعة عشر. تساوي عشرة زائد سبعة. او تساوي عشرة سبعة دي سي ليترات. هنا سبعة عشر سوى عشرة سبعة دي سي ليتر زائد واللي عرفنا بالصفحة ستة وتسعون باتذكر انه عشرة دي سي ليتر تساوي واحد ليتر اذا نكتب واحد ليتر زائد سبعة دي سي ليتر فالمجموع واحد ليتر زائد سبعة دي سي ليتر اذا بالدرس تعرفنا على كياس السيعة و الليتر دي سي ليتر والسونتي ليتر